السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا قوت القلوب السلام عليك يا بابنا على المحبوب الباب باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يغلق ولذلك كل ما تقرأ وتنادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا بابنا على المحبوب تجد حاجة غريبة أوي أوي تجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك في فهمك عن حضرة النبي النهاردة نتكلم عن حديث من جوامع كلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيحط معاني أخلاقية ومعاني إنسانية وحياتية مهمة جداً جداً نصب عيوني الحديث النهاردة هو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يعني لابد ان احنا ننظر الى شيء مهم جدا جدا في هذا الحديث